اشتركوا في القناة تشاربوا من العودة مجددا إلى الدوري التركي من بوابج هذا الفارق الجديد مدرب المنتخب النسوي يهز العالم بتصريح صادم بعد الهزيمة القاسية بسداسية نظيفة أمام ألمانيا النجم المغربي إلياس بن صغير يفاجئ المغاربة بوجهته الجديدة هذا المركاتو زوجة عميد الأسود غانم رومانسيس تشكر المهدي بن عطية على تسهيل عملية انتقاله إلى السد القطر أكد الدولي المغربين نصير مزراوي لاعب بير ميونخ الألماني أن علاقته بالمدرب الفاريخ توماس تخيله جيدا مبرزا أنه ما زال لعبا لبير وأن هذا ما يركز عليه حاليا وعن سؤاله حول مستقبله رفقة الفارق البفاري أجب مزراوي في تصريحات صحفية ما زلت في بير وهذا ما أركز عليها وقال مزراوي حول علاقته بتخيله نعم لدينا محادثات إيجابية وهذا كل ما يمكنني قوله أنا على علاقة جيدة مع المدرب وهذا موسم جديد وبداية جديدة وواصل بالقول كل شيء يعتمد علي لتحديد مستقبلي هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله لهذا لن أشك من أي شيء أجريت مقابلة واحدة ومنذ ذلك الحين يتم الكتاب باستمرار أنني غير سعيد وأنني أرغب في المغادرة لكنني لازلت هنا ولم تكن هذه نيتي هذه بداية جديدة ويشار إلى أن صحيفة بلد الألمانية ذكرت سابقا أن بطل الدول الألماني على استعداد لبيع نصير مزراوي إلى جانب عشرة لاعبين آخرين في حال توصل بعرض مالية مغربية مغرية جدا بات الدولي المغربي أيوب الكعبي الذي دافع الموسم الماضي عن قميس سد القطري قريبا من العودة مجددا إلى الملاعب التركية وذلك بداية من الموسم الكروي القادمة وأشار التقارير الإعلامية التركية إلى أن أيوب الكعبي توصل إلى اتفاق مع مسؤولي الفريق سامسونس بور يقضي بالتوقيع في كشوفات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة الانتقال الحر وكان أيوب الكعبي قد انضم إلى صفوف السد القطري في الملكات الشتوى الماضي بعقد يمتد لستة أشفر بسبب عدم قدرة أندية الجنوب على إكمال الدولي الثوركي بعد إضرار الكبير التي تعرضت لها منطقة عقب الزلزال مدمير ويسعى أيوب الكعبي للعودة من جديد إلى تألقه لضمان مكانته في المنتخب الوطني المغربي الأول الذي غاب عنه خلال الفترة الماضية يكون حاضرا في قادم المواعيد أبرز وكأس أمم إفريقيا بالكوديفوار ودفع الكعبي عن أنه المجموعة من الأندية بداية من الراسينغ البيضاوي واناتيش بركان ومرورا بالبكدهد وهيب فورتش الصيني وهاتي سبورت ثركي ثم السد القطارية صرح رينالد بيتروس مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم بأن اللاعبات قدمنا مجهودات كبيرة أمام المنتخب الألماني وذلك خلال الندوة الصحفي التي أعقبت اللقاء وقال رينالد لعبنا أمام المنتخب قوي ولديه تجربة كبيرة جدا في منافسات كأس العالم وهو الأمر الذي صعب علينا الدخول في اللقاء مبكرا وتابع بيتروس كلامي قائلا توجب علينا إنهاء الشوط الأول من المباراة بهدف أو اثنين لكن لم يساعد فينا الحظ وتلقت شباكنا أهدافا مبكرة بعثارة أجواء مباراة وأضاف في تصريحي بالنسبة للمستوى اللاعبات كان جيدا وأنا فخورا بما قدمته اللاعبات على المستوى البدني لأنهنا كنا في المستوى المطلوب بدنيان وإخشتما كلامه بالقول تلقينا الهدف الثالث مبكرا مما عقد مأموري أمام اللاعبات في العودة على المستوى والنتيجة اللقاء كما أعضى التقع الكبير للاعبات المنتخب الألماني يتأهب لاعب إلياس بالصغير الموهب الشاب لنادي موناكو الفرنسي للدخول على المنتخب المغربي حيث اعتبر المدرب الوطني ويدرق رقيم من به الخيارات الجديدة للمنتخب ومن المتوقع أن يتم فحص مؤهلاته الثقنية والبدنية خير مواجهة بوركينا فاسو وليبيريا المقررة في شارش جنبير المقبل وبعد هذا الفحص يمكن لللاعب إلياس بن صغير أن ينضم لصفوف المنتخب المغربي الأولمبي حيث سيكون لديه فرصة استعداد للمشاركة في أولمبيات باريس عام 2024 ويعتبر اللاعب بن صغير واحدا من أبرز المواهب المغربية الشابة الناجحة في الدول الفرنسي لاليغا حيث قدم أداء مميزا مع نديه موناكو وحضوره الأخير في مدرجات مجمع الأمير مولي عبد الله بن رباط لمتابعة مباريات للمنتخب المغربي الأولمبي لكرة القدم كان يشير إلى رغبته الكبيرة في تمثيل المنتخب الوطني المغربي وخدمة بلاده الأصل وجهت زوجة قائد المنتخب الوطني المغربي غانيم رومان سيس الشكر للدول المغربي المهدي بن عطية بعد تسهيل اندمامه للفريق السد القطري خلال الفترة للانتقالات السيفية الحالية وقال زوجة سيس في استوري عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي على انستغرام شكرا لبن عطية لاستماع وتحقيق رغبة اللعب وأيضا العائلة وكانت صحيفة فوتميركاتو الفرنسية كشفت في وقت سابق أن الدول المغربي غانيم رومان سيس المحترف في صفوف نادي باشكتا التركي طلب الرحيل عن الفريق بسبب أسرته التي لا تشعر بالراحة في تركيا وتواجه صعوبات في التكيف مع هذه الحياة الجديدة وأعلن الفريق السد القطري يوم الاثنين التعاقد مع غانيم رومان سيس قائد المنتخب الوطني المغربي قادما من نادي باشكتا التركي بعقد لمدة موسمين بداية من موسم 2023-2024 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر